الحديد عشر صباحا نتساعة في جرينتش موجز إخباري جديد يأتيكم من أكسترا نيوز أهلا بكم يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر للتحدي الرئيس إيفارست نيداتشيمي رئيس جمهورية بورندي صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في تصريحات الأكسترا نيوز بأن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام وتابع رئيس الهيئة أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة في موقع الحادث ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية مشددا على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية أعربت مصر عن خالص تعزيها وصادق مواستها لجمهورية النيجر في أعقاب الحادث الإرهابي الذي استهدف عددا من القرى جنوب غرب البلاد وأصفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وأكدت مصر في بيانا صادر عن وزارة الخارجية عن بالغ إدانتها لهذا العمل الإرهابية مشددا على تضامنها مع النيجر في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب أظهرت استطلاعات الرأي تصدر حزب الليكوت برئازة بن يمين نتنياهو نتائج انتخابات الكنيسة الإسرائيلية وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الليكوت حصل على 32 مقعدا بعد فرز 51% من الأصوات فيما حصل منافسه الرئيسي حزب يش عتيد بزعامة وزير المالية السابق يائر لبيد على 17 مقعدا وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن كتلة اليمين المؤيدة لنتنياهو حصلت على 58 مقعدا مقابل 55 مقعدا للمعارضة ومن جانبه وصف نتنياهو نتائج الانتخابات بأنها تمثل انتصارا كبيرا لليمين والليكوت أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روتا تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في مواجهة فيروس كورونا حتى العشرين من إبريل القادم وقال روتا في مؤتمر صحفي أن قرار تمديد إجراءات الإغلاق أيده رؤساء مجالس السلامة والشرطة بالإجمع حيث أكدوا عدم موجود أي إمكانية للتخلي عن الإجراءات التقيودية وجدير بالذكر أن السلطات الهولندية فرضت إغلاقا شبه كامل في الخامس عشر من ديسمبر الماضي وأغلقت جميع المتاجر في البلاد باستثناء التي تبيع المواد الغذائية والسلع الأساسية سجلت الهند 47262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أوائل نوفمبر الماضي ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 11 مليون وأكثر من 700 ألف وذكرت وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا 275 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 160 ألفا وأربعمائة وواحد وأربعين شخصا انتهى الموجز الإخباري وفي النهاية نحيط على المساعدة المشاهدين بأن تردد إكسرا نيوز وواحد واحد سبعة ثمانية خمسة معادلة ترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي شكرا لكم مشاهدين شكرا لكم